يقول هذا السائل فهد من المدينة النبوية هل الحدود الموجودة حالياً حول المشاعر تعتبر حدود فاصلة لما في داخل المشاعر وخارجها بمعنى يا شيخ لو صليت بعد اللوحة الموجودة على حدود مزدلفة ولو لمترين هل أعتبر خارج مزدلفة وكذلك لو بدت فهل أنا خارج مزدلفة نعم هذه الحدود فاصلة بين الحل والحرب قد وضعها العلماء باجتهادهم تحرياً بالنصوص وسؤالها للخبرة فهي موضوعة عن خبرة موضوعة عن مشاورة بين أهل العلم وأهل المعرفة فتعتمد وتعتبر حدوداً فاصلة بين الكل والحرب فإذا صليت خارجها فإنك صليت خارج الحرب وإذا بدت وأنت حاج بدت خارجها في مزدلفة خارج حدود مزدلفة أو خارج حدود منا فإنك لم تكن في المشعر الذي يجب عليك المذيك فيه ولا تتساهم بهذه الأمور نعم